اشتركوا في القناة اسمه شاه يقول من بدل الشريعة بدل الشريعة وهو ليس بكاثر بل هو مسلم نحن نقول له كلام الشيخ محابد بن إبراهيم والشيخ فالح فوزان أن هذا كاثر يقول لنا ليس عليه بدليل وإن دليل في كلام ابن أباس كفر دون كفر السؤال هل كلام هذا ضلال الشيخ وهل يجب تحذير منه نعم والله من بدل الشريعة هو كافر بارك الله نسيكم الشيخ جزاكم الله خير عندنا يا شيخ عندنا الشاب الشيخ الصغير في الروسيا اسمه شاه من بشنبي يقول أن من بدل الشريعة وهو ليس كافر بل هو مسلم نحن نقول له كلام الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ فالح فوزان أن هذا كافر يقول لنا ليس عليه بدليل وإنما دليل في كلام ابن أباس كفر دون كفر لنا من المهم لا شك أن هذا خطأ أكثر يبدل الشريعة ويبقى مسلما يبدل شريعة الله للقوانين الموضعية ويبقى مؤمنا هذا لا يفعله مؤمن ولا يفعله مسلم نشاء الله العافية هؤلاء كفر هؤلاء كفر الذين يذهبون أعضلنا في هذا الجرشياء مع الأسف تحذروا من هذا القول من هذا القلق اللهم اشتعى بارك الله فيكم الشيخ إزاكم وخير الشيخ حبد الحميد عليك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام عليكم اشتركوا في القناة